بداية مبارك الفوز يلي حققتوه في هذه البطولة وقبل الحديث عن الفوز نود يعني لو تعطي نبذة عن الاتحاد وعن تأسيسه وعن وجوده في فلسطين طبعا إحنا الاتحاد الفلسطيني لرياضة السيارات والدرجات النارية تأسسنا عام 2007 هذا الاتحاد يقيم نشاطاته الرياضية في فلسطين بكافة أنواعها طبعا دخلت كثير رياضات جديدة منذ حوالي 7 سنوات 8 سنوات إحنا نتبع اللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للشباب الرياضة بقيادة سيادة الفريق جبريل الرجوب طبعا إحنا كاتحاد فلسطيني اتحاد منفصل نقوم على إنشاء نشاطاتنا الرياضية والاجتماعية بشكل دائم عندنا أجندتنا السنوية التي تخلى لها سباقات السيارات الدريفت والسبيد سيارات الدفع الرباعي والكارتيني والدراجات النارية اللي عم بنرتب فيها حاليا نعم يعني إذن هناك تنظيم للاتحاد الذي يقوم بالعديد من السباقات بتنظيمها وأيضا المشاركة بسباقات على مستوى العالم دعنا نتحدث أيضا عن السباق اللي شاركته فيه في الأردن الشقيق وعن فوزكم بأيضا المرتبة الأولى في الجولة الثالثة ومبارك لأيضا اللي حقق هذا الفوز طبعا مبارك للمتسابق حازم فودي بحصوله على المركز الأول في الجولة الثالثة بالأردن الشقيق بس أنا حابب أنوه أنه إحنا كاتحاد فلسطيني عنا توأم كاملة مع الأردنية للسيارات طبعا اللي هم داعميننا بشكل كامل واللي هي بوابتنا للمشاركات الخارجية الأردن كنادي الملك للسيارات والأردني للسيارات مشكورين دائما بنوجههم الشكر وهم داعميننا الشكر الخاص لسمو الأمير فيصل بن الحسين اللي سمح لنا أنه إحنا نكون جزء لا يتجزأ من رياضة السيارات الأردنية بنشارك بشكل دائم على مدار سنة بيكون في عندهم أجندي حوالي 25 نشاط إحنا بيكون عندنا حوالي 15 نشاط بنشارك فيه بيساعدونا كثير في موضوع التنسيقات هون بحب أوجه نقطة أنه إحنا كالتحاد فلسطيني أو كفلسطينيين يمكن بعض المشاهدين ما بعرفوا أنه إحنا كفلسطينيين ممنوع نطلع بسياراتنا إلى خارج نطاق الضرف الغربية ولكن الاتحاد ما تواصلنا مع الاتحاد الدولي والأردني للسيارات طبعا إحنا فيه شغلات كثير بتكون أكسوسيريز بندخل فيها اللي هم الموافقات الأمنية من قبل وزارة الداخلية الأردنية مشكورة عندك السلطة الجمارك مشكورة عندك المكاتب المكتب المخابرات والعلاقات العامة على الجسر مدير الجسر بيسهلون إذن هذا إنجاز للاتحاد أنه أنتوا تدخلوا وتشاركوا بالسباقات بسياراتكم يعني يمكن الاتحاد ظفر بهذه المسابقة وبالمرتبة الأولى يعني يلعب دور كبير أنه الإنسان أو المتصابق أنه يخوضها السباق بسيارته ولكن في حال وجودكم وتوجدكم في أي سباقات أخرى في الدول العربية ما بتقدروا أنتوا ترحوا بسياراتكم فكيف بتكون المشاركة وكيف تختلف عن مشاركتكم في الأردن الشقيق سياراتنا في الأردن في إلها ميزتين إنه إحنا بنكسب تعديل السيارات لأنه طحنا تحت نظام احتلال ما بنقدر ندخل تعديلات اللي بتخصي السيارات بشكل عام إحنا بنعدلها بالأردن بنوفرها بالأردن وبنطلع السيارات بنشارك فيها وبنجهزها يعني بنضرب عصفرين بحجر واحد مسابقاتنا في الأردن دايما يعني بيكون بشكل مستمر البطولة هاي كان فيها 32 متسابق من كافة محافظات الوطن شاركوا معنا في الأردن والحمد لله إنه حصلنا على هذا المركز بعد ما خضنا ثلاث سباقين وهذا كان الثالث وكان إنجاز إلنا إنه إحنا نشارك بالأردن ونحصل على هذا اللقب لأول مرة من ثلاث سنوات وإن شاء الله دائما فلسطين تظفر بالمركز الأول يعني نتحدث إنه ليست في كل الأحيان أو في كل المرات يعني ينجح الاتحاد بأن يذهب بعدد كامل نتحدث عن هاي المنغصات يعني قديش أوقات ممكن يعني تكون زي ضربة للاتحاد إنه يطلع بعدد نائس بسبب منغصات الاحتلال هذا بشكل دائم بنعانيها طبعا إحنا بنشكر اللي هم الأخوة في الشؤون المدنية اللي بوفروا لنا هذا التنصيق الكامل ولكن إحنا بنرفع كشوفاتنا عبر اللجنة الأولمبية للشؤون المدنية نستنى موافقة من الاحتلال طبعا بكون في عندهم احتراضات كثير على منوعات أمنية بتخص المتسابقين فهذا كثير بأثر علينا يعني إحنا كنا متقررين نطلع مثلا عشرة أجت الموافقة لعنا مثلا خمسة أو سبعة من أصل الفريق كامل بسبب المنوعات الأمنية اللي بمنحنا ما نحن إياها الاتحاد مسبقا بتكون وأكيد هذا بأثر على جودة عمل الفريق وعلى يعني لربما المشاركة بهذا السباق نتحدث عن فلسطين السباقات اللي بنظمها الاتحاد خلال العام وأيضا تحدث عن إمكانية مشاركة العائلات بالمشاهدة والاستمتاع بهذه الأجواء الحماسية وخصوصا الأطفال يمكن بحبوا أنهم يحضروا ويشوفوا هذه السباقات المليانة بأجواء حماسية استراتيجيتنا إحنا من بداية كانت أنه إحنا معنيين ننشر هذه الرياضة والثقافة في فلسطين من ناحية العائلات ومن ناحية السيفتي والسلامة على الطرق وتكون الطاقة الموجودة عند الشاب الفلسطيني اللي هو محصور في محافظاتهم في قراءهم اللي ما بنقدر إحنا نشتغل فيها أو إحنا نأخذ راحتنا أو أماكن أنك أنت تفرغي طاقة هاي الشباب فيها فإحنا سرنا نلجأ أنه نعمل سباقاتنا ونكثر من السباقات والمشاركات الداخلية حتى نسمح لأكبر عدد ممكن من المتسابقين والشباب اللي عندهم هذه الطاقة يفرغوها في هاي السباقات يعني اللي بدهم يشاركوا بهذه السباقات شرط أنهم يكونوا بالاتحاد ولا المشاركة مفتوحة؟ هي المشاركة بتكون مفتوحة ولكن في عنا نظام في عنا لجان فنية بتشرح على إقامة بالزبط لازم يكون معك سيارة قانونية تحمل رخصة سارية المفعول يكون عندك وسائل السلامي مثل الخوذي مثل البدلي مثل الشوز يعني كاملة مشان أنت بتعمل السباق لازم يكون في عندك درجات سيفتي عالية حتى توفر السلامي للمتسابق ولا المشاهد في آن واحد جميل نتحدث أيضا عن العمل المجتمعي اللي بيقوم في الاتحاد يعني في حالات المنخفضات الجوية وحالات الطوارئ بيكون في مشاركة وبتتركوا بصمة أيضا إنسانية أثناء هذه المنخفضات فنتحدث عن عملكم المجتمعي طبعا هذا الشق بخص سيارات الدفع الرباعي أكثر ما إنها رياضة وبيكون فيها شو بتطلع رحلات استكشافية عليها فإحنا عنا من حوالي ست سنوات دخلنا على غرف الطوارئ كمثال إنه إحنا بنشارك الدفاع المدني في كل وشبابنا حاصلين على شهادات إنقاذ وإسعاف بنطلع نشارك في المنخفضات الجوية بشكل عام كنا نساعد كبداية بسحب سيارات فتح طرقات بعدها شوي شوي بلشنا نشتغل على موضوع إننا ندخل أعمق على غرف الطوارئ هلأ إحنا كاتحاد فلسطيني شغلنا في المنخفضات الجوية تأمين المرضى كمرضى غسيل الكلا تحديدا حدثنا عن هذه القصص يعني اللي ممكن بتخوضفوها خلال مشاركتكم في غرفة عمليات الطوارئ عمليات الطوارئ اللي بتكون بخلال المنخفضات طبعا إحنا مثلا كمثال صغير إن شاء ندخل إحنا كمحافظة رامالله طبعا مشكورة دكتورة ليلى غنام ضفتنا كأعضاء لجنة طوارئ عليا في المحافظة بالتنصيق مع إخوتنا في الدفاع المدني اللي هم دائما إحنا تنصيقنا مع الدفاع المدني بشكل كامل هلأ المنخفضات الجوية السابقة كنا نشتغل مع الدفاع المدني بتحت لواءهم بأمور الإنقاذ والدعم اللوجستي كونين سيارات معدلي ومجهزي وإلى آخره هلأ ثم انتقلنا للمرحلة الثانية وسعنا نشاطنا سرنا مثلا لجنة الطوارئ يتحدد لنا مثلا نحصل على كشف بكامل مرضى غسيل الكلا في محافظة رامالله وإنتوا اللي بتتواصلوا معهم طبعا عن طريق المحافظة بوفروا لنا إياه وإحنا بنتواصل معهم لما يكون فيه ثلج إحنا عنا غرفة عمليات في مقر الاتحاد بنتواصل مع المرضى بالرتب طبعا إنت بتعرفي غسيل الكلا عندك أكثر من مرحلة بمر فيها بعدد كبير فإحنا مثلا بنوخذ الشفت الصباحي والمسائي يعني بنوزعهم حسب ما هو ماشي معنا في المجمع هلأ الإشي الحلو في الموضوع الثاني أنه إحنا بنجيبهم وبنوصلهم وبنوفرهم كامل الدعم للهي بالتأكيد لأنه أساسا بالحالة الطبيعية مريض الكلا بيكون منهك جدا بعد غسيل الكلا بعد هذه العملية يعني المرهقة لإله فمن الجميل جدا أن يجد وجوه مبتسمة تنتظر لحد التوصله لبيته في ظل الظروف الجوية اللي بتكون صعبة جدا بالنهاية لقاءنا محضرتك حابة أسمع أي مشاريع وخطط مستقبلية للاتحاد هون بفلسطين أو حتى للمشاركة بأي سباقات على مستوى العالم إحنا حاليا بصدد ترتيب أن نشارك على الأجندة الجديدة في السباقات الدولية إحنا بنشارك في عمان فقط في الباهة الدولي وهذا كان إنجاز كبير إلينا من سنتين إن شاء الله إحنا بنفكر نصل حائل في السعودية ونشارك في الدول العربية وهذا طبعا بده شوي الترتيب ويكون في عنا أمور لوجستية متوفرة كتجهيز السيارات لأن تجهيز السيارات بيكون مكلف جدا في هاي السباقات وإن شاء الله إحنا أجندتنا الجديدة راح يكون في عنا كارتنج لأنه هاي إشي جديد دخلنا على كرياضة لأنه بنهيئ الأطفال على سباقات السيارات يكون في عندهم باور لإشي أكبر في المستقبل وإن شاء الله السنة الجاي راح يكون عنا برنامج زاخم في هذا الموضوع أتوفيق لألكم بالاتحاد إذن الأستاذ محمد نزال العروري يعطيك ألف عافية وإن شاء الله دائما تعكسوا هذه الصورة المشرقة للرياضة هون بفلسطين وبكل العالم إن شاء الله